معقولة كل أبحاث الزراعة عملت غلط أنا عمر الرئيس أنا اشتغلت في أكبر شركة زراعة طماطم في أمريكا الشمالية والنهاردة أنا هكشف لك عن سر من أسرار المهنة كانوا زمان بيقولولنا أن النبات الفلاني ليه درجة مثل للحرارة والرطوبة والملوحة وغيرهم لكن في الحقيقة الموضوع مش كده بالزبط معظم الأبحاث عشان تدرس تأثير الحرارة مثلا بتثبت كل العوامل التانية وبتجرب كذا تجربة عند درجات حرارة مختلفة وبتسجل الإنتاج فلما نخلص البحث ممكن نلاقي أن أعلى إنتاجية كانت عند درجة الحرارة سين فبنستنتج أن النبات الفلاني أحسن إنتاجية ليه عند درجة الحرارة دي بس الواقع أن الدرجة الموثلة لأي عامل بتتغير بتغير أي عامل تاني مثلا لو قعدنا البحث بس استخدمنا مصدر إضاءة مختلف وسجلنا الإنتاجية عند درجات حرارة مختلفة هنلاقي أن أعلى إنتاجية كانت عند درجة حرارة غير التجربة الأولانية وده بيفسر ليه لو عملت نفس الحاجة في مكانين مختلفين هتاخد ناتجتين مختلفتين طيب إزاي أعرف الظروف المثلة للنباتات بتاعتي لازم الأول تعرف أن في النبات حالتين نمو نمو سمري ونمو خضري والعوامل البيئية هي اللي بتحدد اتجاه نمو النبات تخيل معايا لعب رياضي بيتمرن طول اليوم من غير راح في البداية هيحسه أنه قوي وهيشوف نتائج حلوة لكن في وقته قصير هيبدأ يتعب ويتصاب ويضعف وعلى الناحية التانية لو اللاعب أكل كتير وقضى كل وقته فراحة من غير تمرين هيدخن ومش هيحقق أي تقدم الخضر السمرية كده بالضبط لو النبات ركز بزيادة على الإنتاج السمري هيستهلك كل طاقته بسرعة وهيضعف والموسم هيبقى قصير ولو النبات ركز على النمو الخضري بس هتلاقي عندك نبات ضخم سكونه سميكة وأوراقه عريضة بس مفيش إنتاج كل العوامل البيئية هي أدوات بيستخدمها المهندس الشاطر عشان يعدل بها اتجاه نمو النبات فيحقق التوازن ما بين النمو السمري والخضري ويربي نبات صحي قوي ومنتج لأطول وقت ممكن لو عندك تجربة تحكي لنا عنها أو حابب تسأل في نقطة معينة اكتب لي في التعليقات وما تنساش المتابعة عشان الإجابات ما تفوتكش